موسيقى التغيير الديموغرافي الخطير جدا على البلد ودائما كل دراساتك ومقالاتك وحلقاتك مع الزملاء والزميلات تحذر من هذه الخطورة وبتعمل سرد تأريخي للهجرة بلبنان بحلقة سابقة بالموسم الماضي من ملفات فندنا وفصلنا الهجرة عبر التأريخ هل من تلك الحلقة لليوم اختلفت نسبة كمان المهاجرين وزادت ولادات النازحين واللاجئين شو وضعنا اليوم باللبنان بالفعل يعني يعتبر الموضوع الديموغرافي موضوع التركيب السكاني في لبنان من المواضيع التي المطلوب أن تكون لها الأولوية في هذه يعني الأزمة التي واجهها لبنان نعم خاصة لجهة مثل ما تفضلت تزايد موجات الهجرة الخارجية تراجع معدلات النمو السكاني تزايد موجات الهجرة الوافدة إلى لبنان يعني اليوم فيه هجرة لبنانية المغادرة إلى الخارج فيه الهجرات الوافدة إلى لبنان لدرجة أنه فينا ناخد نحن عبر التاريخ الديموغرافي إلى لبنان مر فيه أكتر من مرحلية يعني فينا ناخد مثلا بعد استقلال لبنان بالخمسينات وفيه كان نمو سكاني بحدود الواحد واثنين بالمئة بالحرب اللبنانية الحرب الاهلية اللبنانية من الف وتسعمائة وخمسة وسبعين لل الف وتسعمائة وتسعين كان فيه فترة تراجع بالنمو السكاني تناقص نمو السكاني سفر فاصل سفر واحد تعريبا بعد منه في مرحلة تانية من التسعين للألفين وخمسة حصل فيها تراجع ثم زيادة بعدد السكان ولكن في الفترة الأخيرة من الالفين وحد عشر اللي هي فترة فيها استقبال لبنان لموجات من النازحين السوريين وغيرهم ثم بالالفين وتسعة عشر اجت الأزم الاقتصادية المالية الكبيرة اللي عم بيواجهها لبنان وهيلي أدت لتغيير كبير بالنمو السكاني والتركيب الديموغرافي من هم نشوف أنه الإحصاءات التقديرات الأخيرة الطادرة عن الأمم المتحدة مثلا منلاحظ أنه النمو السكاني في لبنان بالفترة الأخيرة هاي اللي عم نحكي فيها يعني من 2011 2012 بال2014 لبنان شهد كان البلد الأول بالعالم تقريبا بالنمو السكاني 14.2 نمو السكاني بالمية يعني زيادة هائلة نتيجة تدفق النازحين السوريين واللي بلغ عددهم وقتا أكتر من مليون بنهاية 2014 هلأ بعدين بدأ مرحلة تانية بلبنان وبشكل خاص بالفترة الأخيرة يعني من 2019 حيث منشوف بها الفترة بدأت نسبة تناقص عدد السكان يعني هلأ اليوم اللبنان يصنف البلد الأول بالعالم تصور البلد الأول بالعالم لي عم يشهد تناقص بعدد سكانه نعم يعني تعريبا ناقص 2.4 2.5 نعم سنة 2022 كان البلد الثاني لأنه يمكن فيه أزمة أوكرانيا نعم أوكرانيا ونتيجة منعرف الأزمة الأكرانية والحرب الأكرانية الروسية ومغادرة الأكران أوكرانيا وغيرها خسرت أوكرانيا ارتفعت نقص السكان فيها لحدود الـ 14% ولبنان كانت 2 هلا بالـ 2023 رجع لبنان البلد الأول بالعالم بالنسبة للتناقص السكان وهي عم بحكية بشو إحصاءات تقديرات الأمم المتحدة بتاخد مجمل السكان المقيمين بلبنان بلبنان يعني اللبنانيين ما غير من النازحين وأنا هون بحب أقول أنه اليوم عدد السكان اللبنانيين الموجودين بلبنان تبين بالـ 2018 2019 نتيجة المسح اللي قامت فيه إدارة الإحصاء المركزي أنه عددهم كان بحدود 3 ملايين و 860 ألف نسمي إذا أخذنا سنوات 3 من الحرب واللي خاصها الفترة الأخيرة في هجرات إلى الخارج أنا بعتقد أنه لبنان خسر بين 7 و 10 بالمية اللبنانية يعني تقريبا خسر يعني تقريبا هلأ عدد السكان اللبنانيين المقيمين في لبنان هني بحدود 3 ملايين و 600 ألف 3 ملايين و 700 ألف نسمي نعم دكتور قبل أن نذهب لشرح الصور والإحصاءات اللي بدنا نتحدث عنها بدنا نشوف تقرير أعدته حول هذا المضوع الزميلة ليلى حرز الشعي مساء الخير أزمي سياسي واقتصادي وهشيشي بالأمن والخوف من استمار المرحلة الصعبة دفعت الشباب اللبناني للهجرة بحثا عن سبيل الأفضل لبناء مستقبلون العلمي والمهنين من أكتر من 100 سنة ومعروف إنه كثير من اللبنانيين بيهاجروا بقصد العلم أو بقصد تحسين ظروف الحياة من الفترة القريب الماضية صارتوا موحي الشباب العامل والمنتج والأطباء والمهنسين وغيرهم لهجرة من لبنان مما قدى لنقص باليد العاملة وأصحاب الخبرات وبالتالي زاد من حدة الأزم الاقتصادية من جهة وأعطى فرص عمل للناس حين السوريين فتمسكوا أكتر بوجودهم بلبنان لبنان بلد التعايش المشترك عم يفقد هويته وعم يصير فيه تغيير ديمغرافي مع ولادة لبنان الكبير كانت نسبة المسيحيين بتقارب 55% من الشعب اللبناني ونسبة المسلمين 45% تقريبا أما اليوم فهناك مصادر إحصائية بتقول أنه نسبة المسلمين هي 67% ونسبة المسيحيين هي 33% وهناك مصادر إحصائية تانية بتقول أنه نسبة المسيحيين أقل بكتير من هيك مرسومة تجنيز اللي صدر عام 1994 رفع من نسبة المسلمين خصوصا أنه نسبة الولادات عندهم أكبر بكتير من نسبتها عند المسيحيين أما عدم الاستقرار السياسي والأمن والاقتصادي دفع اكتار للهجرة والبحث عن وطن تاني يأمنوا في مستقبل ولادهم عدا عن أنه التهديد الإسرائيلي والمنظمات الإرهابية للبنان دفع اللبنانيين عموما للهجرة والبحث عن حياة مستقرة لبنان العيش المشترك لبناننا هو لبنان كون لبنان بحاجة لمسيحيين مثل ما بحاجة لمسلمين والطاقات اللبنانية اللي نحن بحاجتها واللي عم نفقدها من الصعب نرجع نلاقيها مين له مصلحة بهجرة الأدمغة وتفريغ البلد ولأي متى بدنا نربي فلذات أكبادنا للخارج ما صار الوقت أنه نحافظ على لبنان الهوية والرسالة ويكون لبنان وطن نهائي لجميع ابنائه إذن دكتور خلينا نحكي عن خطورة هذا الهجرة من لبنان الخارج وازدياد أعداد غير اللبنانيين في لبنان هلأ أكيد في تداعيات كبيرة عم تحصل هلأ مثل معنا على البني السكاني في لبنان الإحصاءات اللي برزت بالفترة الأخيرة بتدل على أنه في تراجع بعدد الولادات وفي تزايد بكمان عدد الوفيات ومنعرف أنه لبنان بالفترة الأخيرة كان فيه زيادة وفيات خاصة بين كبار السن بسبب انتشار وباء كورونا وغيرها يعني ارتفعت نسبة الوفيات وصار فيه هون فيه ظاهرة كمان تاني مهمة كتير أنه يعني خف الإقبال على الزواج وارتفع العمر العمر عند الزواج الأول يعني العمر عند الزواج الأول تقريبا عند الرجال يعني حوالي 32-33 سنة وعند النساء تعريبا 28 سنة وهيدي بتأدي لتراجع بالولادات هلأ فيه نقطة مهمة أنه هالهجرة وبشكل خاص هجرة الشباب وإفراغ بعض المناطق في لبنان من القوى العاملة ومن القوى المنتجي يعني بشكل خاص الشاب كمان عم بيأدي لتراجع عدد أفراد الأسرة وهي النقطة كتير مهمة يعني اليوم في على المستوى العالمي حتى يتابع النمو السكاني لازم يكون الأسرة عند ولدين ولدين يعني من قال أنه عدد أفراد الأسرة لازم يكون مثلا 2.4 يعني لازم يكون فيه بالأسرة ولدين هلأ نحن آخر الإحصاءات عم تقول أنه الأسرة اللبنانية صار فيه أقل من 2 يعني 1.6 وفيه شي بارز جدا يعني نزلنا دون خط الأحمر في خط أحمر بكل الأسرة لازم يكون فيه من قول 2 ولدين يعني 2 المقبير 2 نزلنا 1.6 والبارز في لبنان مثل ما كان شوية عم تحكي بالتأرير التباينات المناطئية في لبنان يعني في مناطق في لبنان فيها نمو سكاني مثل مثلا عكار بشمال لبنان خاصة نمو السكاني نتيجة بفترة نعرف من 1994 كان فيه أعداد كبير تم تجنيسهم بلبنان يعني تم تجنيس بال1994 مرسومة تجنيس حوالي 200 و3 وعددهم التقديرات بتقول أنه صار تقريبا اليوم شيء 400 ألف فيه ولادات بزيادة بمنطقة الشمال المني الضنية ترابلوس وفيه ببعلبك الهرمل وبعض مناطق النبطية نعم لكن التبايينات المناطية بتقول أنه المناطق ذات الأغلبية المسيحية وبشكل والمسيحية كذلك يعني إذا أخذنا مثلا المتن وكسروان وبشري وجزين وزحلة وزغرتها وغيرها نشوف أنه انخفاض نسبة الولادات ومن ناحية تاني انخفاض عدد أفراد الأسرة تقريبا بحدود الواحد فاصل خمسة أو واحد فاصل ثلاثة مثل الجزين وغيرها وهذا هو اللي اللي بيشكل تقريبا مثل يعني انظار أحمر للتوقعات المستقبلية يعني فيه تراجع بعدد السكان وفيه بلبنان وهي بحب كتير ركز عليها مسألة التباينات المناطقية يعني زيادة السكانية إذا أخذنا قارنة بين عدد المسجلين للانتخابات النيابية بالألفين وثمانتعش وعدد المسجلين بالألفين واثنين وعشرين منشوف أنه الفرق بالزيادة كان أكتر شي بمحافظة عكار بقضائب علبك الهرميل بمنطقة ترابلوس بينما مثلا ناخد دائرة بيروت الأولى الأغلبية المسيحية مناطق بشري قضاء المتن ما فيش زيادة بسركات وهذا اللي بيأدي لهذا الخلل الديموغرافي وهذا مش جديد أنا كنت أشرت لأله وكانت بيّن عنا من أكتر من عقدين يعني من 1996 كان في بوادر بتراجع النمو السكاني ولكن برزت في الفترة الأخيرة والإحصاء اللي تم بال2018 2019 من إدارة الإحصاء المركزي بيّن أنه ولأول مرة إدارة الإحصاء المركزي بتصدر نتيج على مستوى الأقلي على يعني الوحدات الإدارية 26 قضاء صار فينا نعرف التباينات المناطئية وصار فينا نعرف أنه في أقلي اللي فيها أغلبية مسيحية نعم عم يدراجع عدد خلينا زميلة المخرجي يقطع لنا الصور والإحصاءات لنشرحهم دكتور لو سأرى النمو السكاني كيف المراحل اللي حكيت عنها من الأول مثلا كيف في الفترة اللي عم يتناقص فيها النمو السكاني بفترة الحرب الأهلية اللبنانية 1975 بعد كذلك تناقص النمو السكاني بعد عدوان تموذ بال2006 وخلال الحرب اللبنانية يعني في مناطق في فترات زمنية بتاريخ لبنان الديمو يعني تاريخ لبنان الديمو حقيقة بيكشف عن قديش لبنان خسر من موارده البشرية بسبب النزاعات والانقسامات السياسية وغيرها وهذا اللي عم يبرز بالفترة الحالية في غيرها كمان لبعض هذه مثلا هذه مقالي أنا بعد ما أصدد كتابي عن الانفجار السكاني من 2015 كان فيه مقابلي معي بالوكالة الوطنية للإعلام وفيها لاحظ المقابلة لبنان يغرق في أزمة اللاجئين اللي سألت عننا حضرتك هلأ والمستمع الدولي يتفرج وهي شفتها هلأ مبارح حطينا بوزارة الشؤون الاجتماعية على الموقع عندهم أنه نحذر من هذا الموضوع وهون أحب شير لنقطة بالفعل مهمة جدا أنه لتلافي هالنقص الكبير بالقضايا السكانية نحن كنا في لبنان في من 1993 في معمول اسمه الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية في لبنان يعني في مشروع كان معمول عملناه بال1997 حول وثيقة السياسة السكانية في لبنان يعني حتى ما نوصل لحد هلأ نقول قديش نسبة الهطائف أو نسبة المسيحيين 34 33 أقل وغير وهي اللجنة اللي نعملت الوثيقة نعملت من لجنة خبراء في لجنة مشكلة هلأ وطالع فيها مرسوم بمجلس وزراء اسم اللجنة الوطنية الدائمة للسكان وبالضم تسع خبراء وكنا عادنا اشتغلنا فترة كبيرة وعملنا مشاريع عن الهجرة الداخلية والهجرة الخارجية والتركيب السكاني وغيرها حتى يكون فيه داتا يعني عندنا لما منوصل لموضوع مثل الموضوع اللي هلأ عمين طرح اليوم يعني مع الأسف عمين طرح بالسياسة مع أنه نحن بنعرف أنه بعد الحرب الطويلة اللي عاشها لبنان الحرب الأهلية كان فيه اتفاق الطائف اتفاق الطائف حسم الأمور يعني فيه الموضوع المناصفي ولكن فيه تداول بالأرقام ولو كان عمل اللجنة الوطنية لو كان يعني لجنة الخبراء الموجودة وهي موجودة بعدها موجودة في زارة الشئون الاجتماعية مش عم تجتمع هلأ هون نشوف أرقام الولادات الولادات كيف عم يتغيروا خلال فترة طويلة يعني عم يتناقص عدد الولادات وعم يرتفع عدد الوفيات يعني فيه تقريبا بالألفين واثنين وعشرين حوالي اه 62 ألف ولادي ومقابلهم في 29 ألف وفيات يعني هيدا النمو الطبيعي كتير كتير صار محدود ضئيل يعني وإذا فتنا بالتفاصيل مثل ما قلنا مركز بمناطي هاي نقطة كتير بيرزي هاي نعم انه نسبة اللي عمرهم فوق بالأزرق اللي عمرهم دون 15 سنة واللي تحت الأحمر اللي عمرهم فوق 65 سنة خلال عشر سنوات بالألفان و33 و34 بيصير بيصير قد بعضهم يعني نحن السنوات العشر القادمة وهيدا اللي أنا عم أقوله يمكن أن تحمل مفاجآت حول التغيير السكاني عدد سكان خير اللبنانيين بيستساؤوا أو بيتخطوا عدد سكان اللبنانيين نعم الكبار لفوق 65 سنة بيصيره قد اللي أقل من 15 سنة شوفها اللي هني صغار السن عم ينزل الأعداد من الـ 40 بالمية عم ينزل هلأ هلأ آخر شي حسب الإحصاءات تعريبا 20 21 بالمية يعني فيه تراجع كبير كبار السن اللي كانوا بـ 6 7 بالمية هلأ عم يطلع عددهم لـ 13 وهون فيه شي بقوله كبار السن التباينات المناطئية في لبنان مثلا محافظة الجبل لبنان اللي فيه أكتر شي كسروان والمتن الأقضية اللي ذات الغالبية المسيحية مثلا منشوف إنه محافظة الجبل لبنان كبار السن اللي فوق 65 سنة عددهم أكبر عددهم أكبر هلأ من صغار السن اللي هني دون 15 سنة وهيك موجود بالعديد من الأقضية بلبنان وبشكل انخفاض بالولادات انخفاض بالنمو السكاني وفيه هجرة إلى الخارج الهجرة إلى الخارج هذا الرسم البياني المؤشر مهم جدا جدا كمان للمقارنة العمر الوسيط يعني العمر الوسيط عمر السكان اللي هو حوالي 29 سنة منشوف إنه في دول بيوصل ل30 40 سنة وفي دول يعني هاي بتعطي مؤشر إنه لبنان عم يتجه تدريجيا نحو شيخوخة السكان وهي إلى تدعيات كبيرة نتيجة الهجرة للخارج هون فيه أعداد أعداد حالات الزواج والطلاء حسب المناطق بالفعل فيه تقريبا 27 سنة 2022 تقريبا 27 بالمية شوف 27 يعني من كل أربعة في واحد عم يطلق وهي دي نتيجة الأزمة اللي صايرة باللبنان وكمان بتكشف لنا الرسوم البيانية هاي ده مثلا الهرم السكاني الهرم السكاني باللبنان بالألفان وثلاثين شوف القاعدة من تحت تراجع صغار السن بالأخضر مبين كيف عدرهم عم يصغر والكبار السن لفوق 65 هاي دي مثلا بالألفين وخمسين كيف حيصير يعني الهرم اللي هو مفروض يكون عنده قاعدة عريضة عم يتحول للهرم السكاني لمثل ناطحة التحاب يعني القاعدة مثل القمي وهي دي مؤشرات خطيرة هذا اللي كم بدي أسألك كل هذه الأرقام قديش خطيرة وقديش قد يؤثر هذا التغيير الديموغرافي على البلد هذا التغيير الديموغرافي بالمرحلة الأخيرة اللي نحن فيها هلأ له نعكسيته الكبيرة ليش ولا مرة بتاريخ لبنان حصل مثل ما عم بقول أنه في هذا العدد الكبير من غير اللبنانيين الموجود على الأراضي اللبنانية يعني اليوم فيه باللبنان تعريبا قرابة يعني بين سبعمائة ألف لثمان ملايين سيكن على الأراضي اللبنانية نعم تعريبا اللبنانيين بشكل النصف نعم وغير اللبنانيين ساروا أكتر رح يزيروا أكتر هذا الشيء اللي قالوا من فترة وزير الداخلية قال أنه بسمة النازحين تعريبا نصف سكان لبنان وهذا اللي بيقول بالسنوات القادمة تراجع الولادات عند اللبنانيين وانخفاضهم يعني نحن سنكون أمام مجتمع متغير بعض عنا كمان ثلاث رسوم بدنا نحكي عنهم دخول هذا هذي تعطيك مثلا بالنسبة للنزوح لاجئين وانموزعين توق منطقة لبقاع هذي مثلا عندك يعني بالبقاع لعدد النازحين بالبقاع في أماكن عم بيزيد على عدد اللبنانيين يعني فيه بالبقاع حوالي 80 ألف هذي بال2015 عاملهم أنا 80 ألف طفل دون خمس سنوات شوف يعني باللبنان كله كان في 250 ألف طفل بين النازحين دون خمس سنوات مين هي الدولة اللي بتقدر تحمل هذا العدد الكبير منشوف حتى إذا أخذنا بالتعليم بالصحة أعداد الولادات تقريبا كمان كل شيء وعلى سام في الأزمة الاقتصادية كثافات النازحين يعني لبنان بلد هيدا اللي ممكن يشكل مخاوف بعد 12 سنة اليوم من استقبال لبنان واستضافة النازحين شوفوا الخريطة على الأراضي اللبنانية يعني لبنان وهيدا الشيء قالوا من 2013 أمين عام الأمم المتحدة غوتوريس كان مفوض اللاجئين بلبنان صح غوتوريس كان مفوض فقد القدرة على الاستيعاب لبنان أمام خطر وجودي نعم فهذه نقطة وهون اللبنانيين هلأ شو عم بيعملوا اللبنانيين في الخارج شوف الأعداد اللبنانيين اللي عم يفتشوا على اللجوء بدول برة في حوالي خمسين ألف عم يفتشوا وصاروا حاصلين على اللجوء وفي أعداد كبيرة عم يطلبوا جنسيات بالخارج ببلدان الأوروبية يعني هذه مشكلة كبيرة مشكلة مصير البلد ومستقبل لبنان ولكن أنتونيو جوترش عندما كان أمين عام أو المسؤول على اللاجئين في لبنان قبل أن يكون من عام الأمم المتحدة حذر من هذا الموضوع في كل خطبة الأمم المتحدة تقول تمكين النازحين ودمجهم والعمل على دمجهم في مجتمعاتهم يعني اللاجئين أو النازحين السوريين تعمل الأمم المتحدة على دمجهم في المجتمع من خلال دعمهم وأبقاءهم بالبلد واللبنانيين شو بيعملوا بالحق الحقيقة يعني كتير كتير سؤالك مهم جدا جدا هناك أنا اليوم لأول مرة بقول هناك مخطط دولي من قبل المجتمع الدولي نعم دمج النازحين يعني توطين النازحين يعني العمليات الدمج بيعملوها بألمانيا بيعملوها بالدول الأوروبية هي عبارة عن التوطين يعني بيصيري بيعرف بيصيري يدخل على المدارس بيصيري يدخل على المستوشفات على المستشفيات عنا نحنا كله هيدا موجود يعني يعني الدمج قائم ومن هون السياسي مش جديدي لبنان واجه بالألفين وخمسة عشر مؤتمر بروكسل وبمؤتمر لندن وبمؤتمرات بالنيويورك واجه أكتر من مناسبة يعني 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 منعرف نحنا أنه أمين عامل أمم المتحدة اللي كان بانكيمون ظهر لبنان ومع رئيس البنك الدولي ورئيس البنك الإسلامي وكله نتحدثوا وحقيقة كان فيه طلب أنه لبنان يوافق وعلى أساس مقابل المساعدات وهي اللي بحبوه لأنه مع الأسف يعني المجتمع الدولي يريد نعم تغيير البني الديمغرافية كلها بلبنان من خلال توطين النازحين وهي دا اللي بيشكل أنا برأيي خطر على الوضع السكاني وبشكل خطر على وجود لبنان خلال السنوات القادمة يعني لبنان ما بيقدر ما في بلد بالعالم لبنان البلد الأول بالعالم اليوم الأول من حيث عدد اللاجئين لعدد السكان يعني نسبة عدد اللاجئين نسبة للسكان الأول بالعالم والأول بالعالم نسبة اللاجئين لمساحة الأرض مساحة الأرض صغيرة يعني مساحة لبنان بتتاوي بتتاوي تقريبا خمسة فاطلة تماني بالمئة من مساحة سوريا عشر تلف واربعمائة كيلومتر لمية وخمسة وتبانين ألف كيلومتر مربع بعدين سوريا فيها حواري خمسة وعشرين مليون نسمة الأزمة والحصار اللي موجود واللي عم يتعرض لأولو لبنان والمجتمع الدولي يعني الضغط على لبنان متل ما شايفين نحن حتى وصل الأمر بأن اللبنانيين اليوم يهاجرون بالقوارب قوارب الموت عبر البحر وهي مشاهدة العالم إلا أنت بين أيام حرب يتنام يعني لبنان عم يتعرض بالفعل خاصة على الصعيد السكاني من ضغط كبير من المجتمع الدولي خاصة من البلدان الأوروبية اللي هني اكتير عم يدعوهم مع النازحين يعني الألمان صحيح عم يستقبلوا نازحين ولكن والأمريكان وكندا وغيرهم ولكن لديهم سياسة الهجرة الانتقائية الهجرة الانتقائية بيأخذوا أصحاب المهارات وأصحاب العقول والاختصاصيين الأطباء والهمسين وبيتركوا اللاجئين والفئات الضعيفة على عاطق البلدان الصغيرة والبلدان اللي هي مثل مثل عندنا نحن يعني اليوم في نقطة مهمة جدا نحن أنه غالبيت الولادات غير اللبنانيين عند النازحين السوريين تتسجل عند المفوضيين وعند الفلسطينيين بالقروة يعني تتور أنه في موضوع في موضيع كتير لبنان بالفعل فينا نقول أنه يعني تراجع كتير كتير بهذا الموضوع يعني منقول نحن أنه لا توطين ولكن التوطين قائم على الأرض بعد 12 سنين بالنسبة للفلسطينيين ما في توطين ولكن الوجود الفلسطيني أكثر من 74 سنين على الأرض هيدا شو على المرد الطويل هيدا استهلاك يعني في شي أنه الموارد الطبيعية في لبنان ما بتحمل يعني أول شي بلد صغير المساحة يعني عنا نحن ناخد مثلا الليطاني كومانطية الليطاني العنهار ملوثي كلها مش ملوثي بس من مصانع ملوثي من صرف الصحيح من تواجد أعداد كبيري التربية على الضغابات يعني الكهرباء يعني في شي اسمه البصمة البيئية البصمة البيئية كمان ما بقى فيه مجال يعني الموارد الطبيعية عم تنفض مش قادران لبنان يستوعب هذه الأعداد كبيري والمجتمع الدولي لا زال يضغط على لبنان مش عم يضغط على لبنان المجتمع الدولي يضغط على كل البلدان وفي حصار يعني نعرف نحن هلأ لو في لو بيسمحوا بالهجرة عبر القوارب بالبحر كنت شفت قديش في أكتر من اللي حصل بالفترة وشفنا الأحداث اللي شاهدها لبنان وبالفعل يعني هاي خاصة بالأزم اليوم اليوم مصنف لبنان فيه آخر تأرير من عمل تأرير هلأ بنهاية 2022 بيسمونه تأرير أممي يعني الفاو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي البنك الدولي مع وزارة الزراعة في لبنان عملوا عن برنامج الغذاء والحالة الغذائية في لبنان عدم الأمن الغذائي في لبنان يعني عدم الأمن الغذائي أبيقولوا هني فيه أكتر من مليونين ونص من حوالي بحالي يعني دون خط الفخر يعني فينا نقول أنه بالفعل الحمل اللي حامل لبنان والأزم اللي عمي واجهها لبنان من هون صنف البنك الدولي قال الأسوأ في العالم من أكتر من مية وخمتين سنة ما فيه بلد واجه الأزمة الاقتصادية المالية اللي عم يواجهها حتى أنه مندوب الأمم المتحدة اللي إيجوا على لبنان اللي متخصص بحقوق الإنسان قال إنه نوع من إفقار متوحش وركز على إنها أزمة من صنع الإنسان يعني فيه حصار على لبنان فيه ضغط على الموارد في لبنان فيه خسارة لبنان لموارد البشرية من هون الصيغة بدأت تتغير بالمستقبل أنا عم أقول عشر سنوات القادمة بدأت تغير لأنه نحن بعد الحرب اللبنانية بعد النقص السكاني إجاء نمو سكاني معنا ما فيه نمو سكاني يعني صار فيه نمو لدى السكان من غير اللبنانيين وهذا النمو يتفاوت وهي بركز عليها أنا أقول إنه هذا النمو يتفاوت بين منطق ومنطق وهذا اللي بيأدي لخلل في التركيب الديموغرافي في لبنان اللي بنعرف كيف هي تركيب ضعيفة ولدرجة إنه بحب قارن حتى بين التركيب السكانية يعني والأحداث اللي عم تصير هي عم تشكل تقريبا مثل تصدعات وزلازل في البنية السكانية لبنان اللي هلأ من فترة نحن وبعدنا عايشين بتداعيات الزلزال اللي حصل بالبنية الطبيعية البنية السكانية في لبنان باتت بنية ضعيفة معرضة فيها انكسارات مثل البنية الجيولوجية وهيدا الشيء كشفته أنا وبينته بعد الحرب اللبنانية اصدرت كتاب اسمه جغرافية التهجير عن حرب وانه خطوط التماس وكانت المنطقة وعلى اساس انه اعتبرنا انه ممكن ان نتجاوز ولكن مثل ما شفنا نحن انه هذه الخطوط عم تتوسع وهلأ لبنان عم يتعرض لكمان مخاطر كبيرة وتداعيات على البنية السكانية وخسارة مش خسارة الشباب بس خسارة صغار السن وكله المجتمع عم يتحول لزيادة بأعداد كبر السن حتى انه في بعض المناطق بلبنان صارت بعض المناطق البعيدة عم بينوط اي منتجعات للمسنين عايشين على امدادات اكسجين من الاختراب اللبناني المغتربين نعم دكتور علي انا اشكرك جزيل الشكر الخبير ورئيس مركز سكان والتنمية في حلقات مقبلة سنتحدث عن الدولار الاخترابي واهميته عن الاختراب اللبناني نفصله بالتفصيل ان شاء الله قديش هو الذي يمكن شوي مخل البلد يتنفس الاكسجين الاختراب اللبناني نعم سنتحدث عن هذا باقرب وقت اكسجين لبنان الدولار الاخترابي اشكرك جزيل اشكرك يعطيك الفعافي وسلامتك انا بشكرك انت مريض ولا بيت دعوة اليوم مشاهدين الكرام شكرا لكم لحسن المتابعة ملتقانا الاسبوع المقبل في ملافات جديدة الى اللقاء اشتركوا في القناة